السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن ظاهرة إدمان المخدرات وعلاقتها بالجريمة وبالمخالفات المطلع على الوضع العام سوف يلاحظ بأن بعض الشباب للأسف الشديد صاروا يسقطون ضحية لتعاطي المخدرات ومن ثم يقعون في مصائب شتع يتعبون آباءهم يتعبون أمهاتهم ويتعبون الناس ممن حولهم نريد أيها الأحب الكرام أن نتعرف عن هذه الظاهرة للمخدرات عن سبب لكي خل الإنسان يصير مدمنا نتعرف عن خطر هذا الإدمان وعن العوامل التي تجعل خصوصا المراهقين من الشباب يتعطونها ثم نتعرف على أخطارها والأعراض التي تبدو على هذا الإنسان وكيف ممكن أن نعالج هذا المدمن على المخدرات وكيف يمكن أن نحصل الوقاية من خطر الإدمان ومنع الانتكاس مرة ثانية وطبعا لابد أن نقف عند حكم الشريعة الإسلامية في تعاطي المخدرات هذه المشكلة هي اليوم صارت من أكبر المشاكل التي تعاني منها كثير من دول العالم مشكلة المخدرات عدد كبير من الحكومات ومن أصحاب العقول النظيفة يسعون لمحاربة هذه الظاهرة لأن فيها أضرار كثيرة على الناحية الصحية على شبابنا وأبنائنا وعلى الناحية الاجتماعية تؤدي إلى تفكك أسري وإلى خطايا وجرائم متعددة ثم على المستوى الاقتصادي كتخلي بأن هؤلاء الناس لا يكادون يعملون بل يستهلكون أو يسرقون ثم على المستوى الأمني كيعد هناك استنفار أمني في أماكن مختلفة وتهديد حتى لرجال الأمن فأضرار هذه المخدرات كثيرة على الناحية الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية للأسف هذه الظاهرة لم تعد قاصرة على بلد معين بل تقريبا كل دول العالم عندما هذه الظواهر ولم تعد مقتصرة على طبقة واحدة من المجتمع بل مختلف الطبقات الأغنية الفقراء المتوسطون وهذه المخدر صار أيضا هو أنواع وأشكال لأنه بات هناك متخصصون ينتجونه ويوزعونه ويغرون المراهقين بتناوله الخطر ديالو أنه له تأثير واضح على الجهاز العصبي والدماغ من اللي تناول الإنسان هذا المخدر كي يكون عنده واحد تأثير خطير وواضح على الجهاز العصبي والدماغ وإحنا كبشر اللي يسهل اللي يسيرنا ويوجهنا رهو الجهاز العصبي رهو الدماغ فإذا توقف عن الاشتغال بطريقة سليمة يعني انتظر من أن هذا الإنسان يفعل أي جريمة ممكن أنه يسرق ممكن أنه يغتصب ممكن أنه يضرب أو يقتل أو غير ذلك لأن هذا المخدر يؤثر على مخ الإنسان ثم على سلوكه فقد يبدأ في الأول بسجارة ثم يتحول إلى مادة نيكوتين ثم بعد ذلك إلى مشروبات كحولية ثم إلى ماريجوانا ثم أنواع وأشكال خطير جدا شباب يقعون في هذا المخدر إذا أردنا أن نتعرف عن الأسباب التي تجعل بعض المراهقين في سم مبكر يبدأون في تعاطي المخدرات كين العام الأول ربما هو ضعف الوازع الديني الوازع الديني مهم أي دولة أي مجتمع أراد أن يحافظ على سلامة أبنائه وعلى سلامة مواطنه عليه أن يعتني بالوازع الديني لأن الوازع الديني ليس مجرد على الهامش بل وفي عمق الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية الوازع الديني مهم كلما كالإنسان يخاف الله كلما تربى على تنشئة اجتماعية سليمة كلما كان في منأة عن الوقوع في المحرمات لأنه يعلم بأن هذا الأمر محرم وأن الله تعالى ينظر إلينا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا ويحاسبنا فالإنسان يخاف من خاف ربه هذا لا تخاف منه ولكن من لم يستحضر الخوف من ربه هذا ممكن أن يفعل أي شيء أول شيء الذي يجعل المراهقين والأفراد تعاطون للمخدرات ضعف الوازع الديني أي دولة شفتي عندها مؤشر الجريمة وتناول مخدرات مرتفع اعلم بأن الوازع الديني عند مواطنها ضعيف وضعيف جداً وأول ما ينبغي أن تبدأ به قبل أن تفكر في استراتيجيات حكومية وفي استراتيجية أمنية ومقاربات ثقافية لابد أن تعمل على إصلاح وتنظيم الوازع الديني لهو مرتبط بالتنشئة الاجتماعية السليمة كي المشكلة آخر ربما هو من أسباب تعاطي هذه المخدرات وهو وجود الفقر ووجود الجهل والأمية كي كل إنسان فقير ويشعر بأنه مستاء مستاء من الوضع العام وأنه يرى بأنه لا قيمة له في المجتمع ويرى بأن المجتمع يسير بسرعتين هناك سرعة لبعض المحضوظين أنهم يعيشون في أمان ويولدون وفي فمهم ملعقة من ذهب أما هو فيرى نفسه بأنه كان ضحية الفقر وأنه في وسط فيه الجهل وفيه الأمية ولا أحد ينظر إليه ويسير في قطار بطيء بينما القطار الآخر يسير بسرعة يريد أن ينسى ينسى فيستعمل المخدر فيلاحظ بأن الطبقات الفقيرة والمجتمعات الفقيرة والأوساط للسكن الفقيرة ينتشر فيها هذه المشكلة لإدمان المخدرات أيضا هناك الأسر الغنية فمن أسباب الإدمان هو الثراء الفاحش قد يكون الإنسان ينتمي إلى أسر غنية جدا وتبدر دون حساب وجرب كل المتع ويحتاج أن يغير يحتاج أن يبدل فنرى بأن للأسف كينا شباب والشابات ينتمون إلى أسر غنية جدا وإلى أسر من العائلات الكبار ولكن يتعاطون إلى هذا النوع من المخدر وهو تمانه غالي جدا قد يكون كوكايين أو غير ذلك كذلك نلاحظ بأن من بين الأسباب وهو مجالسة أو مصاحبة رفاق السوء كي كل إنسان في اللول سوي والعائلة محترمة لكنه الشاب يريد أن يخرج ويكتشف العالم ويسافر مع أصدقائه وينخرط في فعاليات مختلفة قد يكون محظوظا ويكون الأصدقاء إما ناس كيهتم بالرياضة أو كيهتم بالثقافة أو كيهتم بالعمل الاجتماعي أو كيهتم بالدعوة إلى الله هذا كلهم صحبة طيبة كلهم نافعة لكن قد يكون غير محظوظ ويقع في صحبة رفاق السوء رفاق السوء لكيفكر دائما في الانتهاك الأخلاق والارتكاب الجرائم وتجربة الأشياء المضرة فمجالسة ومصاحبة رفاق السوء خطيرة جدا ثم كالقوا كذلك من بين الأسباب وهو كيه اللي عنده واحدة عائلة هي أصلا تتعاطى للمخدرات كي يكون وجود تاريخ عائلي لتعاطى المواد المخدرة كدقى الوليد ديالو أو عمو أو واحد من أفراد الأسرة يعني هذا الأمر متجدد داخل الأسرة لأن هناك الوراة كما يورط المال يورط أيضا الفقر ويورط أيضا السلوك الاجتماعي لكن يعيش في واحد الأسرة طيبة في الغالب يريد منهم السلوك الحسن إذا كان داخل الأسرة كان هناك ناس تتعاطى المخدرات أو الفساد فالوراة تنتقل والعياد بالله نسأل الله السلام والعافية فالإنسان إذا كان عنده تاريخ عائلي يتعاطى للمخدرات غيرتلقى بأنه ممكن أنه يصاب نسأل الله السلام والعافية كذلك كالقوا بأن هناك من عنده الشعور بالرفض الاجتماعي هناك بعض الناس يرفضون المجتمع كاللاحظها عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالقوا بأن فيديوهات نسكي عبروا على واحد الآراء أنه هذا المجتمع مالو مال هذا المجتمع متناقض مالو في فئة غنية فئة فقيرة كين الظلم كين الفساد كين كدا كيبقى يشوف هذا المجتمع وما فيه من ظواهر فيرفضه وكيرفض القيم ذي المجتمع ربما أقاتلسي صدمة معينة وكيرفض المجتمع أو قد يكون هو أصلاً عنده قلة تقدير الدات قلة تقدير الدات المفروض أن الإنسان يقدر داته المجتمع منذ أن خلقه الله تعالى في عهد آدم عليه السلام وهو مبني على الصراع بين الخير والشر بين الحق والباطل هذا بين الإيمان والكفر المجتمع منذ أن خلقه المولى سبحانه وتعالى إلى يومنا هذا إلى قيم الساعة هو قائم على التجادب بين قيم الخير وقيم الشر وهناك الفقر وهناك الغنى هناك الظلم هناك العدل متلاقضات فبعض الناس يصدم لأنه ليس عنده مناعة نفسية فيشعر بالرفض الاجتماعي أو أنه لا يقدر داته يشعر بأنه ضعيف وأنه لا يسير على إقاع المجتمع فيستعمل المخدر لكي ينسى كين أسباب أخرى أيضاً تلقوها وهي البطالة والفراغ إنسان صار عنده باطل تهرج لم يجد عمل عنده فراغ ما عنده أي شغل ينشغل به كيف يثق في الصباح الأيام تمضي تباعاً دائماً تلقى الأيام غاديها كذا بدون ما كيش أفاق مستقبلية كيشعر بالإحباط فيريد أن يملأ فراغاه بمدى فيستعمل المخدر لكي ينسى وكل المسكين لهو غير عنده الجهل بأخطار استعمال المخدر كان بغير يجرب غير يجرب لكن لم يكن عنده علم بأن المخدر خطير وأنه متى تمكن من الإنسان يسكن في قلبه وأعصابه ودمه ولحمه وشحمه وبالتالي يصير عبداً له كل ما عرفشت القضية بأن المخدر هو سيد على مولاه ومولاه يصير عبداً له دون أن يشعر كل هو مسكين ربما بعض المراهقين كي يقضي وحد الوقت ممتع في بعض المناسبات الاجتماعية صديقه أو صديقته أو أصدقائه عندهم عيد الميلاد فكي مشل عيد الميلاد هما كي يلعبوا يا ما أنا لاحظت بعض العائلات كنسو ولدك الشاب يا ولدي علش تعطتي المخدر قال لك ما تعطيتوش ركننا في عيد الميلاد كنا رقصو وحد لحظة وحد الفتاة تبغى تجربني دارت لي في وحد القرعة دي المشروب دارت لي في وحد المادة ما منتبتش شويت كوكايين شربه مرى اللولة تانية التالت صافي ولا مدمن وهذا خطير جداً سواء نولد لعائلات اليترية أو لعائلة الفقيرة أو لعائلة المتدينة أو لعائلة المنفتحة سواء بسواء هالظاهرة للأسف الشديد هي كتنتشر ولها أسباب كثيرة ومع مرور الوقت الإنسان كي يبدأ يتعاطاها بجرعات أكبر ثم يزداد في مواسط الحياة بهذه الطريقة في يتدمر ويدمر من حوله بعد مرات كنت سألوا هؤلاء الشباب لحولنا والشابات ولدتنا ولدتكم خصنا نرقبوهم خصنا نرقبوهم خصنا نرقبو أنك المراقبة الأسرية أولاً والمراقبة العائلية والمواكبة دي المدرسة ودي المؤسسة التعليمية كي يكون دائماً عند التوجيه عند الإرشاد وعند التحذير لكن إلى قدر الله تعالى وشي وحد من هؤلاء الشباب تعرض للإدمان باش كنعرفوه كدر عليه مجموعة من الأعراض أول شي كي يصبح عنده ضعف في الدكرة ما كي يبقاش يتفكر بزاف وطبعاً ضعف في الدكرة غي أثر على الدراسة الدراسة دائماً نقدره نزلين لأن ضعف في الدكرة يؤثر على صعوبة التركيز كي يلقى التركيز عنده في الفكر نقص لأن المخدر يصيب الدماغ والمخ والجهاز العصبي فطبيعي غيتم غدي إلى المنحدر ثم كنلقوا عنده عدم التناسق الحركي يعني الوقفة ديالو الوقفة كتلقى بأنه ماشي هو هدك الوقفة ديالو ماشي متناسق ما مقادش ما شعرمش راسه ما كيش للي كي يبغاج ثم كلقوا عينيه كندروا للعينين ديالو كلقى عندهم الحمرار عنده واحد الحمرار كل الحمرار اللي عنده إنسان ربما غير من ظروف أخرى ربما مرض في العين أو مسألة ويراتية أو إنسان مع الصب ولكن واحد الحمرار في العين طارع كنعرف بأنه دارك يستعمل شي مخدر ثم من اللي كيبقى يجلس معناك يتكلم كنشعر بأنه عنده تباطؤ في التنفس النفس ديالو مش طبيعي المفروض أن الإنسان كي ياخده أكسيجين وكي يلفظ تاني أكسيد الكربون بكل أريحية رحمة الله على العباد لكن هو هذا المصاب بالإدمان عنده بطء في التنفس وعنده غير منتظم وملي كتكلم معه وكتحاول تحاوله كتلقى بأنه عنده ما يسمى بجنون العظمة جنون العظمة كيتكلم كي يقولك احنا افتحنا احنا كيتكلم دائما بالأنا بالضمير ديالجماعة احنا يعني أولا كيتكلم نفسه ولكن كي يظن نفسه بأنه عظيم هذا كيتسمى مرض جنون العظمة ومن توضع لله رفعه ولسا لا يقول أنا يعني ثلاثة من المهلكات أنا ومعي وعندي هذه مهلكات والعياد بالله ثم كالقوم من علامات اللي عنده وهو إهمال المظهر دياله المظهر دياله كيعد إما كيربسوا واحد ملابس اللي هي كتدل على اللامبالات بحال ديالتيار دياللي هيبتز اللي بيتليك حتى الحلاقة دياله كتكون حلاقة غير غريبة لا يعتني بالعناية والتأنق بالمظهر وكتلقاه دائما عنده نشوة وتهيج ملكة الريح ما كتلقى بأنه ينتشي كأنه مسافر بعقله وفكره إلى عالم آخر مما كشهنا ومشي هنا وورا لهيه دائما في واحد المكان الغريب وكيلك يكون عنده الزيادة ديالشهية في الطعام كي يكل بوفرة كي يكل في أربعة أمعها غالبا اللي كيتعامل بهالضواهر هدي أول مشكلة كتنضى عنده هي المشكلة المالية أن نخصو الفلوس خصو الفلوس باش يقدر يشري المخدر المخدر من يغيش بالفلوس دياله غالبا كيبدأ أول ما كيبدأ كيبدأ بالسلف كي تسلف بزاف كي قرموا به بغيت 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 كي سلم الوالدين كي بدي تسلف من العائلة كي تسلف من الحنوط البقال كي تسلف وما كي يردش نهائيا واحد اللحظة الناس كي عارفوا بأنه كي تسلف ما كي يردش كي ينتقل من السلف إلى الصرقة يسرق أول ما كي يظهر اختفاء الأشياء في المنزل يا ما كان عارف عائلات مشات لهم تلفزيون مشا لهم كذا واحد العائلة رفعت المقام بشاول العمرة بشاول العمرة أمتي علي غالية تمن كل ما كيناش والأب مسكين ديك لارا عند الأمن وكي قلباش كل سرق والناس كي قلبك ده وفي الأخر غيتبين بأن الصارق هو من دار هو ابنه اللي هو مسكين بتولية بهذا المخدر أخصو لا بد لا بد أنه فام اللي كي يمشي للسرقاء كين بعض الأولاد عرفتونه أطلع عائلات كتقدري كان جيني في الرياضية جيني في الرياضية كان في البكالوريا هو الأول تقريبا على الجهة ولكن من لي الشي واحد بغي انتقم من الأب ديالو بغي انتقم من الأب ديالو غادي يصلط عليه واحد الفتاة وغادي يمثل علي الدور رومانسية وغادي يمشي معه الواحد لعيد ميلاد وغادي تشربه واحد المشروب وغايل سق فيه ذاك المخدر وغايل عدوا يستخدمه ضد ببه لبه هو أصلا كان راجل الأمن وكان هو ضد كي يشد هذه النس اللي هما كي يستعمل المخدرات فانتقموا فيه في ابنه انتقموا منه في ابنه وبقا مسكينة اللي ولدها كذا من السلاف إلى الصريقة مالباد غايت تحول إلى ماذا إلى واحد العمال مجموعة من الشباب كي يقوموا به وهو وهو القمار القمار واحد مجموعة معروفين لما نسميهم واحد المصابقات ديال القمار كتلعبهم خسك الدكاء تكون قارن رياضيات قال إلي سويت أغيتميتيك إلي سويت جومي تخيك باش تقدر تجيب في الوردر ولا كيقلب وهكذا كتلعب العائلة كلها كتعود كيدخلها الكآبة وكيدخلها الحزن وكيددمر كل شي كتدمر الحياة والأخطر لأنه من البعض كيعود الإنسان يرتكبوا جرائم أخلاقية ربما قد يغتصب ربما قد يتحرش بالمقربين إليه ربما 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 وإلا كان كبير في السن وكان خدام لا يفي بالالتزامات كتكون مسؤولية العمل عنده دي مناقصة لا يفي بالالتزامات وإلا كانوا الناس بغيروا تجمعوا في واحد مناسبة سعيدة عندهم شي زواج ولا عندهم شي عقيقة ولا شي مولود ولا شي اختانا ولا شي نجاح ولا شي خطوبة بش فرح العائلة هو دائما ما كيحضرش وإلا حضر حضره باهت وإلا حضر الله يحفظه السلامة لنوض الصداع على أقل من أي حاجة أو أنه كيكون هامشي ولعياد بالله هذه الأعراض كثيرة للأسف الشديد كترت عليها مجموعة من الضواهر التي تتولد عنها جرائم الصرقاء جرائم التحرش جرائم لاغتصاب جرائم العنف وجرائم كثيرة ومتعددة نحن كمجتمع مطالبين أننا دائما نرصد الضواهر التي هي خطيرة ونسعى لعلاجها وطبعا العناج في هذا الضواهر هي ما كيكون شهر واحد معين والمجتمع كله معني بدءا بالأسرة إلى العائلة الكبيرة إلى المدرسة إلى وسائل الإعلام إلى المؤسسات التربوية إلى المجال الحكومي أي كل الجهاز الأمني كل واحد تلفزيون كل جهة المساجد العلماء الفقهاء كل واحد مجتمع المدني إلى الشباب كل هؤلاء معنيون كل هؤلاء معنيون من أجل أن أن الأولاد لهم رسمان لهم أكبادنا تسير فوق الأرض ينبغي أن نحميهم فالطريقة للعلاج أول حاجة يقول العلماء هي أن الوقاية هي خير العلاج الوقاية الوقاية من خطر الإدمان أننا ننبه الأبناء أو البناء بأن الإدمان شيء خطير وأنه متى متى استعمله الإنسان استعبده علينا أن ننبههم على أخطار تعاطي المخدرات وأن استعمالها سوف يؤدي إلى ضمار حياتهم وضمار من حولهم يعني دي قنبلة موقوطة ثم الوقاية كذلك كتكون بإنشاء القدوة الحسنة القدوة الحسنة أول قدوة حسنة هم الوالدين خصم يكونوا داخل البيت قدوة حسنة لأبنائهم وأمهاتهم ثم باقي أفراد الأسرة والعائلة ثم أن الوالدين يقلبوا على قدوة حسنة في المجتمع إما رياضيين إما فنانين إما أدباء إما رجال أعمال ناجحين هذه قدوة حسنة ناس لهما استطعوا أنهم يسيروا في الحياة بكل أرياحية تهم عندهم عقابات في حياتهم تهم عندهم أزمات تهم عنهم الفقر تهم عنهم الصدمات ولكن تحدوا كل هذه المحوقات ونجحوا في حياتهم واستطعوا أن يكتبوا أسماءهم بماء من ذهب هؤلاء القدوة الحسنة لا بد أننا نخضوا القدوة الحسنة لكي نعمل معهم ونستفيد من خبرتهم ويكون لنا حافز إلى الأمام قد يكون هناك للأسف بعض الشباب يتعاطى المخدر ومن بعد كيتلقى علاج طبي أو مشورة من مستشار نفسي أو إما بشكل منفرد أو مع الأسرة ولكن قد يقع ما يسمى بالانتكاس عداد الشباب قد لقاها كي يكون في المخدر كيدوز واحد لمدة أو دينتكس مرة ثانية وهنا هذا الانتكاس من الذي يوقع عليه الشاب كنعرف بأن العلاج الأول لم يؤدي إلى نتيجة مئة في المئة وعلى الفور على الولدين والعائلة والمحيط أنه يتدخل لتقديم المساعدة لهذا الشباب هدوا أولادنا هدوا أكبادنا وهذا المخدر هو السبب الرئيسي في عدد كبير من الجرائم التي نراها في المجتمع جرائم كثيرة كالقوا هناك الصارقة والاختلاس كالقوا هناك التحرش كالقوا هناك العنف والعنف المضاد كالقوا حوادة السير المميتة كالقوا ضواهر كثيرة من بين أهم أسبابها هو وجود المخدر وكالقوا بأن أكثر الناس يعني يتحملون المسؤولية هما التجار بالمخدرات لكي تجروا فيها بيعا وشراءا وتهريبا وتسويقا هذو كلهم هم المسؤولون رقم واحد لأنهم يعرفوا بأن واحد مسألة خطيرة ثم بعد ذلك يروجونها إذا أردنا أيها الأحبة الكرام أن نتعرف عن حكم الشريعة الإسلامية في هذا المخدر دائما نعود إلى الشريعة الإسلامية لأن القانون هو صياغة بشرية وفيه تغارات كثيرة وممكن الإنسان أن يتجاوزه وقد يكون صانع القانون هو أول من يتجاوزه لكن الشريعة الإسلامية هي شريعة ربانية شريعة سماوية وهي من عند الخالق وأي قضية تعرض علينا من ضواهر المجتمع إلا ونستشير حكم الشريعة الإسلامية فيها لأنه إذا أتبت ذلك في القلب ورسخ في العقل أي كنا أسرع طريق للعلاج أسرع طريق أن الإنسان ننمي فيه الوازع الديني ويتغير الله يغير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وأول خطوة التغيير كتكون عن طريق المعرفة ننقل المعرفة الصحيحة شريعتنا الإسلامية الغراء هي عالجت كل شيء في الوجود ما فرطنا في الكتاب من شيء ومن الأمور التي دعت للحفاظ عليها هي ضروريات الحياة الخمس دائما ركزوا على أيها الأحباب الكرام الشريعة الإسلامية هي القرآن العظيم والسنة النبوية المطهرة فيها الآلاف المؤلفة من النصوص لكن العلماء دي المقاصد جمع خمسة دي الأشياء ضرورية باش تبقى عقل عليها وربما قد لا تستحضر النصوص الدينية من القرآن والسنة ولكن تستحضر المقاصد العامة هي خمسة أشياء الحفاظ على الدين ثم النفس ثم النسل ثم العقل ثم المال هذه الخمسة دي الأشياء تشكل الكينونة دي الإنسان المادية والمعنوية الحفاظ على الدين الدين ليس مجرد تارف فكري الدين هو شيء أساس هو بحل الأكسجين داخل المجتمعات أي مجتمع ما عنده شدين هو معرض للخراب ثم القضية الثانية بعد الدين هي النفس النفس البشرية خاصة النفس البشرية تكون مرتاحة وتكون وتكون مستقرة ومطمئنة الأمر الثاني التالت هو النسل ويقال العرض يعني الأعراض القيم الأخلاقية القيم الأخلاقية هي مشتركة بين البشر كلهم ثم العقل هذا الإنسان عنده نفس وعنده عقل لابد أن يكون عقله سليم وعلى المجتمع والدولة والأفراد والأسر أنهم يتعاونون على الحفاظ على العقول نحارب التفاه نحارب الأمور التي تشغل عقولنا بفسافة ليفاسد ما عند قيمة لابد عقلنا أن يبقى ناضجا والأمر الخامس هو المال المال مهم المال هو عصب الحياة ربنا دعا إلى الحفاظ عليه نأتيه بالحلال نصرفه بالحلال لا تجعله كمغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مال من محسورة المال هذه الأمر الخامسة هي أساسية إلاجنا مثلا المسألة المخدرات سألقوا بأنها تؤدي أدل خمس كلها تؤديهم أول شيء هي تؤدي العقل تؤدي العقل والعقل هو مناط التكليف في الشريعة الإسلامية نعمة العقل هي نعمة عظيمة ومن فقد نعمة العقل رفع عنه التكليف في الحديث الشريف قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث منهم عن المجنون حتى يعقل لأن الذي تعطى المخدر هو يسرك المجنون فالمخدرات هي مذهبة للعقل بل أكثر من هذا العلماء الأطباء قالوا بأنها هي السم المخدر هي السم يتجرعه الإنسان يفتك بالجسد يدمر النفس ويقتل الإنسان قتلا بطيئا ثم هاد المخدر معروف أنه يضعف القدرة الجنسية اللي كي تعطى المخدرات يعني غدي 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 تعرض أن القدرة الجنسية دياله غدي وقد ضعف يا ما تلقيت مع الشباب مع الصب وكي يضمر ويخرب وعدب والدين ما لك فلان أش عندك وقيل دالوا لي السحور دالوا لي شي حاجة اللي مبقاتش عندي القدرة الجنسية وانت بقى ما مزووش أصلا أش عارفك بياتش كله عنده علاقات غير شرعية وربما سحرت لي فلانة أو فلانة وفي الأصل تهو واحد ما سحر ليه غير الوهم وإنما استعماله المفرط للمخدرات يؤدي إلى ضعف القدرة الجنسية ما قد يبقاش عنده الرجولة ثم إلا كانت مرأة قد تستعمل المخدر وحملات هذا غير يؤدي إلى تشوه لأجنة المرأة الحاملة قد تستعمل المخدر الجنين دي لا غير يكون مشوه غير يكون فيه شي مرض غريب ويظهر في أي لحظة من اللحظات ثم اللي كيستعمل المخدر ما يبقاش عنده الشرف يعني يفرط في الشرف شعجة فيها الشرف وفيها القيمة وفيها الاحترام وأن لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يسل على جوانبه الدم هذه العبارات هو ما لا يعترف بها ما كان الشرف أصلا والذي تعطى المخدرات وإنما يفقد كرامته الإنسانية ما كيبقاش عنده كرامة أصلا يعني الإنسان عنده روح وطنية روح دينية روح في القيم الإنسانية الدفاع عن توابط المجتمع الدفاع عن المساواة عن الكرامة عن العادلة الاجتماعية هذا المبادئ بالنسبة إليه هي غير مجرد شعارات لا يؤمن بها لأنه فقد سويته البشرية ثم إنه هذا المتعطي المخدرات يصبح ألعوبة ألعوبة بيد تجار الموت الذي هم كيبعبش قتله قتلا بطيئا وهو يلهات وراءهم بحثا عن الصراب يقلب على السعادة والطمئن والهناء ما كالقهاش كأغل العدب ربنا سبحانه وتعالى في كتاب العزيز ماذا قال قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاشتنبوه لعلكم تفلحون فالآية ربنا تكلم في عن الخمر والخمر تلتقي مع المخدرات في علة التحريم وهي الإسكار بإذهاب العقل لأن الله تعالى فضلنا عن المخلوقات بالعقل وكلما ذهب العقل ذهب فضلك ربنا عز وجل يبين المقاصد من باتة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ما دقل عنها قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائت فسيدنا النبي أحل طيبات وحرم عن الخبائت وطبعا المخدرات بكل أصنافها هي خبائت أبدا هي مش طيبات كذا ربنا عز وجل يقول في كتاب العزيز ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة الإنسان الذي تعطى المخدر فإنما يؤدي بنفسه إلى مدار جسمية ونفسية واجتماعية كبيرة في الحديث النبوي الشريف تقول أم سلام رضي الله عنها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر وكل مفتر نهى عن كل مسكر وكل مفتر وهذا طبعا هي المخدرات المسكر هو الشراب المعلوم والمفتر هي المخدرات لأنها مفترة بل هي فاتكة بالعقول والأجسد وكانت أمنا هائشة رضي الله عنها تقول إن الله لا يحرم الخمر لاسمها وإنما حرمها لعاقبتها فكل الشراب تكون عاقبتك عاقبة الخمر فهو حرام كتحرم الخمر معلوم أن العقوبة للشارب الخمر في الشريعة الإسلامية هي ثمانين جلدة لأن سي ابن علي في عهده لقى بعض الناس تجرأوا على شرب الخمر فقالوا ما حده قالوا حده حد الفرية فالمخمر إذا اختمر افتر وذهب عاقله افتر فاجعلوا حد الفرية فكان عاقبة ثمانين جلدة ومن ثم قال العلماء بأن العقوبة في الشريعة الإسلامية للشارب الخمر ولمتعاطي المخدرات في الأصل لو كان هناك حدود في المجتمع التطبق غادي يكون عقبته ثمانين جلدة أمام الملأ حتى يرتدي عن الناس كلهم احنا غنطلبهم من هؤلاء الشباب ما غندلوا اليوم لا نطالب بردعين ولا بجلدين ولا كده ولكن واحد العلاج بسيط جدا كان طلب الله سبحانه وتعالى يوفق كل واحد هو مصاب يستعمل ويعالج اشنا هو هذا العلاج وهو أن الإنسان اللي هو عنده هذا المرض دي الاستعمال مخذر أنه يكثر من الاستغفار أكثر من الاستغفار طريقة استعملناها في العلاج مع بعض الشباب كله وكينتمي إلى عائلة فقيرة وكله ينتمي إلى عائلة متوسطة والكثير ينتمي إلى عائلة راقية ولد الناس ولد عائلات كله يلبها سفير وللبها وزير وللبها رجل أعمال كبير وملقتها علاج مشا الأوروبا مشا الدول الخليج مشا ولقى العلاج سبحانك يا جليل في أنك تقنعه بأن يواضب على الاستغفار إذا واضبت على الاستغفار ستلقى بذلك المادة ذي النيكوتين وذلك المواد الأخرى المجاورة لها اللي مشات لدم والدماء والخلايا والمخ ستبدأ تتقلص وتضعف وتتلاشى بقوة الاستغفار فلنكتر جميعا من الاستغفار فربنا عز وجل قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا فلنستغفر الله أجمعين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله